التعليم مسألة مهمة جدا في تكوين الأجيال الشابة النشق والشباب والجيل الصعد أنا بشوف أن التعليم إحنا دايما بنهتم بالجوانب الفنية العملية التعليمية المباني والمدارس والمنهج والطلبة والامتحانات والمدرس طبعا دي أشياء مهمة جدا يعني عناصر العملية التعليمية دي مهمة جدا يعني مقدرش أتغافلها يعني ولكن في قضايا أخرى تتعلق بالتكوين الوجداني للتعليم يعني المدرسة دي مش موجودة بس عشان تعلم عملية ليرنينج تعليم ولكنها أيضا بتتعلق بعملية التكوين الفكري للطلاب أنا شايف أن فيه نقص فيه التكوين الوجداني للنشق والشباب داخل المدارسة يعني أستطيع أن أنا أقول لكم يعني على الأقل أنا شايف أكثر من تحدي شايفينه في مجال التعليم تحدي إن الشباب دول بيجي لهم طول النهارة سائل التشكيك وشائعات وأيضا أفكار غريبة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي دي مسؤولية مؤسسة التعليم من يتبدد الكلام ده عندهم ضعف البناء الوطني عم تجي تسأل أي شاب النهاردة أو يعني من الجيل الصغير تقول له تعرف فيه عن ثورة 19 هتلاقي كل زهنه أفلام السلاسية بتاعت نجيب محفوظ أو تعرف فيه عن حرب 73 أو انتصارات 6 أكتوبر هتلاقي كله يعني كلها حاجات شفهية وحكايات وقصص وكلها مبنية إلى حد كبير عن المعالجات السينمائية اللي هي مش بتقرخ للحدث ولكنها بتقدم معالجة فنية لحدث ما في التاريخ تراجع التربية المدنية في المدارس يعني فيش تربية على الاحترام وقبول الآخر والتنوع دي الحاجات الأسسية القيم الأسسية اللي بينهض عليها المجتمع المتقدم تحدي أخلاقي فيه سوق أخلاق عامة في المجتمع ومع اشتداد الأزمات الاقتصادية وزيادة السكانية بيزداد التحدي ده الطلبة دول والنشأ محاطين بحالة من حالات يعني القبح وعدم النظام العام داخل الشارع ومجتمع وده كل ده بيمثل تحدي في تكوينهم الوجداني وده دور المدرسة أنه يتحاول بدرجة كبيرة أنه تربط هؤلاء الشباب ببرامج التنمية والتطوع والمشاركة داخل المجتمع أخيرا يعني فيه إحباط كتير عند الجيل الزغير وجيل الشاب تجاه ما يحدث وده إحنا مش عايزونه يستمر لأن الإحباط ده هو يعني يكفي لي تسميم المناخ العام وانحراف مزاج الأفراد وابتعدهم عن الروح المواطنة الحقيقية وما ننساش دايما أن المدرسة بتواجه تحدي التطرف دايما يعني في تاريخ الطيار الإسلامي يسعى بقوة للسيطرة على المدرسة وتحولها إلى أداء إيدولوجية من خلالها يستطيع أن يغسل عقول التلاميذ في التسعينات الدكتور حسين كامل بهادين رحمه الله كان وزير التعليم وقاض حرب شرسة ضد التطرف في المدارس في عقابة 2013 تشكلت أكثر من لجنة لمواجهة ما تم إدخاله من أفكار متطرفة في مناج التعليم أو من ممارسات داخل المدارس يعني ده في مدارس بطالة تحيي العالم وفي مدارس فصلت بين الجنسين وفي مدارس حرمت الفتاة من ممارسة الرياضة أو فردت عليها زي معين يعني أنا عايز أقوله الطلاب والطالبات في المدارس ده تكوين وجداني وليس فقط أعمالية تعليمية وده دور المدرسة ونأكد دايما عليه أن ده دور حقيقي وأساسي بالنسبة لها مش بس المنهج الدراسي والامتحانات والشهادات